سؤال تسأل سيدة جليلة تقول هل يعلم الميت بحال أهل بيته وما يحدث عندهم بعد موته الجواب عن هذا يا بنيتي أن ما يتعلق بالروح جزء من عالم الغيب لا نافذة نطل من خلالها على هذا العالم إلا نافذة الوحي المعصوم القرآن والسلم الصحيحة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول به وما كان سوى ذلك فوضنا أمره إلى الله تعالى ومرة أخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا لقد ورد في السنة المضخرة بإسناد فيهما قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أما ما يتعلق برؤية الميت أهل بيته وماذا يفعلون فلا نعلم ما يدل عليه من وجه الفتاوى فإن من مات انتقل إلى عالم البرزخ وقد قال تعالى وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إلى يوم يُبْعَثُونَ وهذا العالم لا يعلم أهل الدنيا شيئاً عن أهله إلا من خلال الوحي الأعلى قرآناً وصنةً صحيحاً لقد ذكر بعض أهل العلمين أن الميت يعلم من يزوره إذا كان يعرفه في الدنيا ويستأنس بأحبابه إذا زروا ويعلم أخبار أهله من خلال سؤال من لحق به من الموت فيقول ما فعل فنا لوحد ما الجديد كأنهم يسألونه عن المستجدات وآخر الأخبار فالله أعلم من صحة ذلك الله تعالى أعلى وأعلم